انا الاولى شو هي اللغة اللي بتحكو فيها بالمدرسة صباح الخير صباح المحبة مشوارنا بدي معكم لليوم بحلقة جديدة من برنامج بدي العب يا صباح الخيرات والسعادة الفرح والنشاط والحيوية ساعتين من الوقت اكيد رح نترافق فيها معكم رح يكون معكم انا من وراء المايك عالية ورح يكون معي اكيد مثل عادة بالتقديم والاعداد انا محمود اكيد وكالعادة على الهندسة الصوتية رح تكون معنا اسيل وعلى الهندسة المرئية رح يكون معنا ديليار ما تنسوا اكيد بعد ما خصصنا فقرة كاملة لاتصالاتكم ومشاركاتكم تتصلوا فينا على الرقم واتساب 0090555 0052888 او فيكن تتصلوا على الرقم 0850477765 والسكايب اكيد روزانا.جزتي واكيد فيكن تسمعونا على تردد FM 98.5 بانتاب وعلى 102.9 بعزاز وسجة وضواحيها وعلى تطبيق روزانا للاندرويد الماك واكيد على موقعنا روزانا.فم اول فقرة رح تكون معنا اليوم هي شير اكيد نحن ناطرين كل لان نعب ما احنا ونحذر بعض كمان حزازي الزريفة بفقرة تعالوا نلعب اكيد البيئة هي شي كتير مهم بالحياة مشان هيك تالت فقرة مانا اليوم هي بيئة واكيد اخبارهم هي الفقرة يلي ضلسنا من الموسم القديم لبرنامجنا وهي الفقرة بنجمع فيها اخبار الاطفال حول العالم واليوم فقرتنا جدا مهمة للناس اللي عندها اطفال بالمدارس بتركيا اما اليوم بفقرة جيمينج رح نحكي عن اللعبة هي موسيقى زوم ان هي الفقرة يلي بنختار فيها نزوم على مواضيع كانت ترند خلال هي السنة او بالفترة الاخيرة لهيك زوم ان اليوم رح تكون عن التجميل موسيقى اما اخر فقراتنا لليوم رح تكون صحة واكتر موسيقى اما هلا فخلينا نروح على فقرة شير محمود شير الحلقة شو يعني شير شاركوا على فيسبوك شير شير موسيقى 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 اكيد فقرة شير هي فقرة بنستضيف فيها طلاب سوريين عايشين خارج سوريا اللي حتخبرونا عن تجربتهم بالدراسة وكمان عن تجاربهم بالمواهب والشغلات يلي هنم بيبضعوا فيها موسيقى اليوم رح يكون ضيفنا مصطفى يا ساد صباحك مصطفى لا صباح الخير مصطفى صباح الخير كيفك؟ حمد الله تمام حمد الله شو محمود مبدو مصطفى الأسئلة بتبلش عندك بتبلش عندي تب ما رح يعرفنا عن حاله ومش لازم بالأول يعرفنا عن حاله أنا اسمي مصطفى المبارك عملي 13 سنة من من حما من مدينة حما أهلا بسهلا 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 هو يمكن مصطفى شوي متوتر معنا ولكن أكيد خلال الحلقة والأسئلة والأخذ العطي أكيد هو حيرتاح أكتر بالجو جونا كتير زريف مصطفى ما في أي خوف والأمور كتير منيحة تشيف الفضل اللي حوالينا قداش حلو في ريا طب مصطفى من قامت أنت بتدرس بتركيا؟ من سبع سنوات يعني أنت ما درست أبدا بسوريا؟ لا أبدا أبدا وكل دراستك كانت بالمدارس اللي هون موجودة نعم طيب درستش هون بمدارس سورية بتركيا؟ أكيد أه درست طب أي منهاج كان أسهل بالنسبة لك؟ منهاج العربي ليه كان أسهل؟ لأنه التواصل فيه جيد ولغتك يعني بالأخير والتواصل جيد يعني متفى مع نساتي والمعلمين آآ معناها يعني بيضل فيه إلفة بينك وبين لغتك الأم أدما كان صعوبة المعلومات اللي عم تاخدها أو غيره إجانا نحن منير لسه بس إجا منير يا مصطفى حتنبسط أكتر بالجو لأنا بصير الجو هيك أكتر عفوية أكيد فضل محمود طيب مصطفى أكيد يعني حتى نحن لما دخلنا على مدارس تركية واجهنا بصعوبات كثير أول شي بتعلم اللغة وغير شغلات أنت إش كانت الصعوبات اللي واجهت لما دخلت على المدرسة التركية؟ واجهت صعوبة اللغة والتواصل التواصل مع الأساذي والتلاميذي يعني طيب شلون قدرت أنك تحل هاي الصعوبة يعني باللغة وكذا؟ ثم بعد ما يعني بعد كم شهر صارت اللغة أسهل وتعلمت اللغة وصار التواصل يعني أسهل بشوي من قبل يمكن مصطفى كان مرتاح معنا أكتر قبل ما نكون هوا أنا عم فكر أسيل نروح فاصل كتير صغير موسيقى لحد هيك مصطفى يكون مرتاح أكتر وحنرجع بسرعة أكيد موسيقى 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 اشتركوا في القناة اوكي مع اكيد بدي مصطفى او الشيء اسألك كتير مهم بعد الفصل انو كيف كانت تعاملوا بطلاب الاتراك معك يعني انا مثلا كان في ناس معي بالصف اه منح وكان في ناس عاديين يعني ما كانوا انو مثلا اوفر وهي كيم كان انا كانت محظوظا حطيت بصف منيح في ناس كانت عام تساعدني بالبداية انت كيف كان الوضع عندك انا اول ما فدت على المدرسة كان الوضع مو سيئ جدا ولا جيد جدا كان بالنص تقريبا كانت تعاملوا بطلاب معي منيح لما تعلمت لغة كوانت صداقات ويعني صرت التواصل معنا صار سهل طب بتروح مثلا عند ابا ترفيئك التركي او هو بيجير عندك او بتلعبه بروح لعنده وفيجير عنده ومنلعب مع بعض يعني كمان حلو في حدا من طلاب بساعدك بالتعلم او اذا كان فيه شي لهلأ مثلا ما عم تقدر تفهمه برياضيات او غيره بساعدك او اذا انت بتساعدهم اكيد بساعدهم هنم بساعدهمي او مانا فيه عملية تعاونية جدا حلوة بالصف عندكم مصطفى الحمد لله طيب بعد ما تعلمت هيك اللغة التركية وصرت اتقنتها بشكل كويس صرت تساعد شي اخواتك الصغار اكيد بساعدهم بحل وظائفهم وبترجم لهم الاسئلة والكلمات اللي ما بفهمهمهم طيب هلأ اشلون اخواتك الصغار تعلموا التركي او لا اي تعلموا التركي الحمد لله طيب مصطفى انا كتير بتم بالاداب ومن لغة اللغة الاداب بيختلف اكيد فانت شو قرأت روايات او قصص قصيرة او غيره بالتركي انا في عن كتير قصص قريون كتاب شعر كتاب شعر كتاب شعر كتير مهتم بالشعر او لا تركي اا اكيد بقرأ عربي اولا كان وضمنا كتاب شعر رأيت هذه القصص هيك الاساطير الثريفة طب احب ايسألك كما او انا انا مرح ايسألك حيسألك محمود وبعدين انا حيسألك طيب شو اش عجبك الشعر يعني القصص البالتركي ولا الاصاص البالعربي اكتر اللي بالعربي ليش كانوا أحلى بالعربي لغتك يعني بتحس مفهوم عليها وأكتر من الترك تفهم أكتر من اللغة التركية طيب مصطفى انت قلت انه انت كمان بتحب الشعر فتحب تكتبه بالتركي أو بالعربي بكتب بالتركي بالعربي ما عندي مشكلة حلو كتير عن جد ايه عن جد الشعر كتير حلو وكتير حلو الزريف انك بتكتب بلغتين يعني بتفرق كتير نقل الكلمة ولكل لغة منطقة خاصة فبتلاقي انه بتوصل كتير أفكار عن طريق الشعر حابب لبعدين مثلا انك تدخل بمجال الشعر صير شاعر تعمل ندوات ما بعرفه اه ما متأكد كتير طيب انا كنت حابة اسألك كمان سؤال انه انت درت مثلا تطور لغتك العربية كونك انت من اي صف بلاشت تدرس مع الاتراك من الصف الخامس من الصف الخامس فكيف قدرت تحافظ على لغتك العربية من دون ما تضيع يعني عند باقي الاطفال في الغالب هي ضاعت انا بقرأ كتب وامي وابوي اسادة بالمدرس يعني فبعلموني وهيك مثلا بس اسألهم سؤال بقوموا لي بجاء اه معناها والدك والدك اكيد بدنا نوجهها والدحية لهم جزيرة شكر لانه اكيد عمي خلوكم حافظ على اللغة العربية على قد ما انا انجد هي لغة حلوة يمكن هي شوي صعبة فيها شوية مفردات اوكي بدنا نحفظ اكتر قواعديا هي اصعب من التركي مسلا ولكن كتير حلو انه هنا بعدها نمحافظي لك عليها اكيدا شو بتحب هيك انتخبرنا عن اللغة العربية اكتر هيك رواية حبيتها او اكتر قصة قصيرة حبيتها بالعربي بالعربي انا اعلمت اللغة التركية من افلام الكرتون او بس من المدرسة اه من المدرسة و افلام الكرتون يعني وحيانا في عندي رفقات الاتراك بالحارة يعني بالعلمة رفقات علم التركي حلو انت قبل ما تدخل عن مدرسة التركية كنت بتعرف تركي لا لا كنت بعرف يعني بس قليل جدا متل بعض متل اغلب بالاحرى مش بعض ابدا متل اغلب بالطلابي اللي دخلوا عالمدارس التركية طيب افلام كرتون بالعادي يعني نحنا منتفرجها بالعربي بما انه لغتنا الام هي العربي تفرج شي على كرتون بالتركي اه اكيد طيب اش شو الاحلام بالعربي ولا بالتركي بالعربي بالعربي با اكيد بالعربي احلى هي مش قصة انه احلى ولا هيك انحنا لما عم نقول انه هي احلى مثلا اكيد ما منقصد الانتاج المسلسل نفسه الكرتوني ابدا الفكرة انه هنه اساسا كلياتا او اغلبهم بيجون من اليابان وبيتدبلجوا عنا ولكن احنا اكيد لما مصطفى عم يقول انه هنه احلى سواء كان الروايات او الافلام الكرتون اه هو عبارة عن الفة مع اللغة تبعه فلهيك هو بيحس انه احلى يعني ابدا ما منقصد اي شي تاني طيب مصطفى اه كنت حابة اسأله كمان انه شو عاي بالك تصير بالجامعة اه دكتور على بالك تكون دكتور شو دكتور جراحة قلبية جراحة قلبية كتير واو عن جاد لانه انا لما عم شوف عن جود السكريبت انه مصطفى عنده مواهب تاني من حي خبرنا عنا بعد شوي فانه مع هاي المواهب وجراحة قلبية يعني طب فانه لا كتير يعني عم جود برافو عليك حنجود الله يوفقك وبنتمنى لك كل التوفيق وبظن يمكن عنا اعلان ما في اعلان اسيل اوكي كله ما في اعلان فحناخد نحن اعلان هيك اجباري من عند اسيل موسيقى وحنرجع لحتى نكفي به محور اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اكيد بعد الفاصل موسيقى البسيط هلأ خلصنا من المدرسة رح نحكي عن مواهب مصطفى في منا الرسم والحرق على الخشب مصطفى امت بلشت بالرسم قبل ست سنوات قبل ست سنوات كنت انت بترسم ماذا كنت ترسم في هداك الوقت اشياء بسيطة مثلا حيوانات وهيك حلو اشياء بسيطة مثل الحيوانات مصطفى عن جد برافو عليك انه من الاشياء البسيطة انت بتعتب الحيوانات انا يعني لهلأ من الصف الاول ابتداء معلقة على رسمة الطبيعة واذا قررت ابدع يعني ابطلع من الشجرة هيك مرجوحة صغيرة وبقعد علي ابنت هي بابداع يعني اخل مرحلة اخل مراحل الابداع عندي فحن جد برافو عليك مصطفى طيب مصطفى بمين اتأثرت يعني مين شفت حدا هيك بيرسم وانت حبيت تصير متله ترسم احثرت بأمي اكتر شي لانه هي بترسم بترسم رسمات مثلا رسمات مثل هيك مثلا حلو ووجوه مثل هيك معناهم ما رح نحكي هلا عن هدول الشغلات اللي هون اللي كتري صار الفيادة جايبيني اياهم مصطفى نحنا اكيد منعرف ان هده الموضوع بياخد جهد منك فنحنا اكيد منتشكرك على هده الشي ولكن مصطفى شو الادوات اللي بتستخدمها بالرسم قلم وفورتشاي مثلا وجميع انواع الالوان الالوان زيتية او خشبية مائية اكريليك وباستر حلو طب شو بتفضل انت عادة انه مثلا ترسم على ورقة او على الخشب على الورقة على الورقة طب فيك يا ترى اذا تخبرنا عن موضوع الرسم على الخشب هذا الموضوع تختار خامة خشب دائرية مستطيلة ما بتفرق وفيه آلة اسمها كاوي باستخدمه للكهرباء مهم اللو درجات حرارة مختلفة و بتحطه على الدرجة اللي بتناسبك و بترسم اوالشي على الخشب الرسم اللي بدك ياها مهم و بتحرق وبتحرق بعضا انت جربت انك انت تحرقه تعمل لكل هاي الخطوات وهذا الشي كان بوجود مين معك كان عم يساعدك أمي الماما اكيد بتحس انه لازم يعني دايما يكون في معك حدا يساعدك مشان ما تقزي حالك لو سمح الله لا ما بحس لازم ما انا ها اديه لك انت عم تمارسه للحرق على الخشب ثلاثة شهور ثلاثة شهور ثلاثة شهور ثلاثة شهور و اديه لك بس واو كتير حلوات يعني حرق على الخشب كتير حلو يعني قطعتين ثلاثة على الخشب حلو مشان هيك يمكن على كترة الممارسة بطلت تحس انه في داعي ان يكون في حدا جنبك ولكن بتضل كل شغلات خطرة يعني حتى التليفون والايباد وكلها التفاصيل هيك خطرة وفأنا اكيد بفضل انه دايما نكون في معك حدا لحتى هيك تنمى هي الموهبة اكتر طب البوة تبعك شه ردت فعله على هدول الرسمات أعجب كتير في الرسمات هذه في عندكم غرفة خاصة بالبيت لهذا الموضوع لأ يعني في عنو نحنا مشروع صغير محل يعني هني كم نروح ونشتغل ونرجع حلو ومعرف إذا الوالد أو الوالدة عم يتابعونا إذا عم يتابعونا يريت لو يكتبونا اسمه على البث المباشر أو عنوانه لحتى أكيد ممكن نروح ونشوف التفاصيل اللي عم تعملوها كتير حلو هالموضوع لأنه طيب مصطفى حكي لنا عن هالرسمات صراحة أنا شفتهم هدوليك فهمتهم بس هاي ما فهمتا كتير ما طلع من عندي شي هاي مبارحة سويتها فيك تياتر تشيل لنا ياهو ترفع لحتى تتصنع عن اللوغو أوكي باتجاه هاي الكاميرا أوكي تتير حلوة عن جاد هلا أسيل من الصبح كانت مصررة أنه هو آخر الحلقة يقرر لمن هاي يعطي اسم من هاي هاي لهذا الشخص ما مرف ليه هيك ما عنده تشاركية أسيل ما فيه هي بدي أياها على ما يبدو شكراك تأدي أخذ معاك هذا الوقت لحتى تعمله دي ساعة تقريبا دي ساعة ما بعرف بالظبط بس ساعة نصاعد آه هاي قطعة كتير كبير صراحة وكتير حلوة فلو هل ساعدتك فيها كبيرة ياهو ساعدتني فيها يعني وقف الجنبي قالت لي انا شو تسويها مي ساحب الفكرة انك تعمل نيها هاي شو حلو مبصط يا روزا نانيكو هاصر عم يرسم لك على الخشب وقصاص كتير عن جد الحكي عن الخشب وانا كتير بحب ومعرف انا كتير بشوف من هدول الفيديوهات اللي بيعدو على الانستجرام ويوتيوب كتير بيعدو بينحاتو على الخشب كتير هاي التفاصيل منيحة وبتحس حالك انو انت ممكن لبعدها عن جد تشتغل فيها كفا يعني مفكر شي مسلا نتزاوي اشياء كبيرة لوحة كبيرة يعني اكبر من هدولة اكيدا مفكر شو بتعملوا غير الرسمات على الخشب منرسم على الوراق العادي مسلا وجوه هاي كتير حلو هالموضوع والدتك دارسة شي رسم او داخلة بمعهد رسم لحتى انا مثلك هاي الموهبة الحلوة لا معناها هي متعلمت لواحدة هذا المثال كتير حلو صراحة انو هي تكون متعلمة هاي التفاصيل وتحاول تتعلمها لأولادها طيب في شي معارض كذا بتحطن هيك بمعرض كذا هدول الرسم على الخشب او رسماتك التانية حاليا ما في بس بالمستقبل بجوز يعني ان شاء الله اكيدا نحن متمنع لك كل التوفيق اكيد واكيد متمنى اذا صار معارض او غيره تعملنا دعوة لروزنا ونروح نشوف كل هاي التفاصيل ونصورها ما ورف اذا الكاميرا كتير عم تلقاطه منيح ولكن على الجد الشغل يلي مشتغله كتير حلو وبرافو عليك شكرا كتير لك مصطفى شكرا لك باي باي شكرا لك المترجم للقناة 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 موهبة 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 ممكن أن تكونوا حبيبكم تعرضوها للناس وتشوفها وتكونوا معنا ضيوف بحلقة بفقرة شير الأسبوع الجاي أكيد فيكم كمان تتصلوا ونحكي احنا وياكم وندردش عن موهبة 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 ماذا رائعك يا عليي أن أسألنا الأسئلة؟ أكيد، بلش بأول سؤال طائر لا يطير، نأكل منه، ولونه أصفر وهو صغير شو هو يا ترح أكيد بنتظار أول الاتصال معنا لليوم بدي أقول صباح الخير لأحمد يكاتبنا صباحكم وكمان لأبراهيم عصافي يكاتبنا يكاتبنا صباحكم ولأنيس كاتبنا هلو صباح الخير يسعى صباحك وكمان أكيد للصديق العزيز والدائما محمد الكردي كاتبنا صباحي لكاد روزنا ولكل الأصدقاء هو فقم صباح علينا كلياتنا شخص شخص وكمان كاتب المبدعة أسيد شو هذا يا أسيد دائما دائما عم تاخد صباحات صريفة أكيد شكرا كتير لإله كويس صباحك وكمان بدي صباحة لأمار الوهب وعلى السيد سميرة البهوي اللي كاتبة تحية للأستاذ خالد والستهية على تشجيعهم لمصطفى أكيد تحية لألهم ومو بس على تشجيعهم على مصطفى بخصوص مواهبة وإنما كمان على قدرتهم على حفاظ اللغة العربية عند ابنهم هذا الشيء جدا مهم وأنا جدا مبسوطة فيه بالوقت أكيد يلي كتير أطفال بنفس حمراء لمصطفى فقد وفق أكيد جزيرة شكر لهم وكمان بدي أقول لأبو أيمن يلي كاتبنا حلو مصطفى بالتوفيق إن شاء الله شكرا كتير لألك يا أبو أيمن أبو أيمن دائما كان ولا يزال داعم أكيد لكل مواهبة اللي عم تطلع معنا بالبرنامج شكرا كتير لألك موسيقى اشتركوا في القناة أكيد أكيد بدي أقول مبارف أنا ما عم بسمع صوتي أنا على الهواء أسيل أنا على الهواء أكيد بدي أقول صباح الخير لأول اتصال معنا اليوم مثل العادة عبودة كيفك نيح أنت كيفك أنا كتيري منيحة بسمع صوتك شو الأخبار عبودة نيحة الحمد لله عبودة أنا حتركك مع محمود حتصبحه على بعض حيسألك السؤال وحتجاوب عليه اتفقنا أهلين محمود منيح طيب عبودة سمعت السؤال أعيده طيب طائر لا يطير نأكل منه ولونه أصفر وهو صغير يكون هيك صغير كتير وكيوت وشغلة ملززة كتير يعني أنا مصطلحاتي كتير فلوك سمحتوا ما حدا يعلق على مصطلحاتي شو ما أقول يكون عبودة الفروج الفروج اللي هو الدجاجة أو التيك أو غيره صحيح مزبوط نحن بنقصد بإنه لونا هو أصفر وهو صغير إنه السوس بظن هيك اسمه السوس الصحيح هيك هي الدجاجة بنأكل منه طب على سيتي الدجاج عبودة أنت بتحب الدجاج أو بتحب اللحم أكتر بحب الدجاج آه أنا كمان بحب الدجاج على فكرة ما بحب كتير اللحم عبودة بشو أكتر شي بتحبه بشو أكتر الأطباق هيك بتحبه بتحبه بالملوخية مثلا بحب الفروج ببطاطا فروج ببطاطا اللي بنعمله بالفرن وتطلع كتير طيبة وظريفة وفي معاة توابر وهيك عبودة خبرني عشان ما أجوع أكتر خبرني أكيد عن أسبوعك كيف كان كويس شو عملنا فيه عم بدرس عدروس المباشرة عم تدرس عدروس المباشرة عم تتابع كل اللي تدرس عبودة عم تتابع كل اللي تدرس عم تحبه كتير عم تفهم فيه على الأستاذ أكتر بس بفهم عليه هو الماتماتيك ماتماتيك هو رياضيات بحيدو كتير ما بارف أنا يعني هو شغلة اللي أنا ما بفهمه أبداً هي رياضيات أبداً ما عم بفهمه عبودة يعني أنت عامل إنجاز جداً عظيم أنك عم تفهمه بجانل دارس لار أنا أبداً ما عم بفهم رياضيات بجانل دارس لار والأستاذ ما كتير يعني حاسته عم يشرح بشكل مثل ما بيشرح عادةً هو بالصف لهيك أنا ما عادت فهمانك ترياضيات ولكن كتير موسوطة أنك أنت عم تفهم الرياضيات صعبة للرياضيات عندكن عبودة هو أنساتنا كويسين بعمه كويس كتير حلو أنه الأنسات منعح لهيك أنت عم تفهم أنا كمان أستاذي اللي عندي إياه كتير منيح ولكن هو عم يشرح بطريقة مغايرة للطريقة اللي كان يشرح فيها بالصف فهيك أنا ما عادت كتير يعني أفهم عليه عموماً عبودة أنا كتير موسوطة باتصالك معنا حابب أنت تخبرنا شي أم لا ما في شي طب عبودة بتعرف أنه أنا هلأ لأنتبهت أنه أنت أدي إليك عم تتصل معنا لهلأ ولمرة سألتك عن موهبتك شو عندك موهبة أنت عبودة أنا قادي موهبت الغناء والرأس الغناء والرأس شو حلوه تغنينا شي عبودة؟ شو إيك تركي أو عربي؟ أه تركي تركي أوكي تغنينا شي تركي لنشوف ما أعرف يا جماعة خلونا نعمل صمت تام لحتى بس عبودة إيه غنينا جازين يا جماعة يلا عبودة بدي أغني عربي أوكي غني عربي كمان بيصير عربي تفضل عبودة نحنا عم نسمعك كلياتنا ماشي سلمني علي أه ولو أنت بسلم علي أه بوص لي عيني أه ولو أنت بسلم العيني إنتي ولو أنت بسلم علي سلمني علي الله يا عبودة الزلط مكتر عم نصنع بشكل جيد بسبب أكيد جودة الاتصال ولكن شو هالغناءات سلمني علي يا عبودة مرة واحدة لفيروز عشان نصبح ولهيك برافو شو حلو عبودة أيوة أنا كتير موسوطة بغناءك اليوم كتير عن جز يعني كلياتنا مبسطنا بصوتك بسماعهم كتير حلو أننا اليوم تذكرت أني أسألك عن موهبتك شكرا كتير لألك عبودة بتمنى لك أسبوع أحلى من العصر أحلى من العصر باي 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر باي ترجمة نانسي قنقر باي ترجمة نانسي قنقر باي والشيات شكرا لك شكراً لك عبودة لانا كتير مبسطت باتصال ومعنا وبيلغنا باي ما في بدي قول ألو صباح الخير غفران كيفك ألو يصعد بنا الصباح أنا يا حبيبتي كيفك شو الأخبار غفران والله تماما وأنتو كيف كان نحن كتير منعف نحن كتير منعف نحن كتير منعف شكرا أكيد نحن كتير منعف غفران أنا حقتركك مع محمود أنا خلص سلمت لمحمود موضوع الأسئلة اسألي يا غفران السؤال يسعد صباحك غفران يسعد صباحك محمود كيف كان كيف الأوضاع عنكم كلاتنا منيحين مدام أنتو اتصلت لكل مني شو هذا يا رب عمي لأخوله بعض طيب شريك أسألك السؤال غفران جاهزة جاهزة أنا حيوان ضخم وكبير وأول حرفين من اسمه حرف حرفاجر الفيد فورا الفيل فورا الفيل هكذا طائر هكذا طائر بتحبيه العصفور اللي بجي أزرق ملون بحبها دول كتير العصفير هدول بيكون موجودين غالبا بواتساب أنا ما بعرف لي ما بشوف غيرهم يعني ما بشوف غيرهم بواتساب بس على الحقيقة أبدا ما بشوفهم ملوني ولكن العصفير اللي موجودين عن حقيقة كمان كتير حلوين وأصواتنا كتير حلوة جربت غفران قبل هيك تربي حيوان أليف بالبيت ربيت عصفور ربيت عصفور ربيت عصفور كانت كتير حيور حتى ربيت صيصان حلو كتير كيف كنت تهتم فيه خبرينك كان صعب الموضوع يعني لا والله كنت كتير مبساط قاعد طعميا قاعد يعني كتير اهتم فيا خاف عليها لا يمرضوا يعني تسوس بورا بموت كتير حلو هذا الموضوع أنا يعني أهلي جربوني بكتير قصص أنه بترباية الحيوانات ولكن الحمد لله يعني فشلت ما بدي أحكي عن خيبات الماضي لأنه ليه أن نجربوني لأنه أنا كام بدي يجو بولي هيكا بوب صغير هيكا تكلب كيوت لعب معه ولكن هنا يعني نجرب يعني مرة واحدة كبيرة فخلينا نجربك بالأول جربوني بسوس على فكرة جربوني بثلاث سمكات كل هاتن يعني الله يرحمون الله يرحمون يعني عن جرب ما عرف لأيك حظي مع السمكات كان يجي مع أني والله كنت انتبه عليهم طعميهم نغير لهم الماء يحطر لهم الأكل تبعهم الخاص يعني اللي هلا عنا عالب نحنا أكل سمك بس ما عنا سمك وبطلوا أهلي يجربوني خلص لأنه إذا حيضلوا يجربوني هيكا سنتين كمان وحنقضع على أسماك المحيط مش مهم حنطوف نحنا خيبات أمني مع الترباية ولكن هلأ لسه بنفس إني ربي جورو صغير بالبيت عنا شو تخبرين عن الأسبوع الماضي؟ والله أسبوع الماضي كنت عب حضل للمدرسة بأنه نحنا عنا بكرة رح تبدأ طياني حاسة بفرع حنشوف الروم حلو أنت أي صف غفران؟ أنا نجحت على الصف السابع آآ لهيك أنتو حد داو مو مزبوط نحنا في عنا خبر كامل بفقرة أخبار هون اللي همهتم يعرف مواعيد وقصص وهيك تفاصيل أكيد في تابعنا لفقرة أخبار هون بس كتير مبسوطة تطلعك أكيد وفراء أنه المدرسة هتفتح عندكم أخيرا وعنجد يعني مبسوطة أنه أنت حد داو مع المدرسة متخيلة كيف حيكون شكل المدرسة يعني بعدد طلاب قليل جدا؟ يعني عم بتخيلهم كيف كلها نحطين كمامات وما أتوقع هالعدد الكبير رح يداوم يعني مزبوط صحيح نحنا كمان ذاك فين؟ يعني يحطوا ما يعني كل هالأضي ما يهتموا لهالشغلات صحيح يا ريد عنجد غفران هاي الجملة التي توصل لكل الناس عندها أطفال حد داوم الأسبوع الجاي اللي هو بك رح يكون أول يوم مدرسي الوجه بالوجه أكيد فيريت يعني عم جد أنه كل حدا ينتبه على أولاده يخليوني يخدموا عن معاقمات لليات الكمامات كل يوم أكيد لازم تتغير يضلوا حاطينه أوكي من بعيد لبعيد نسلم على بعض بطريقة يعني ظريفة لأنه هذا الشيء أكيد بسبب أنه فاناً أعداد تبع الإصابات إلى علاقة بالأطفال اللي عم يرتحقوا بالمدارس ما على الأسف عم الدين هذا الشيء اللي رح نحكيه كمان بأخبارهم فشو كمان تخبريني غفران؟ كيف الفضاء؟ جدي أخبر معلومة فلاكية حتى أنا نقول اليوم يعني بكلمة أنه اليوم ب13 أكتوبر كتير قرب علينا فالمريخ رح يكون أقرب نقطة للأرض يعني بعد بكرة مزبوط ب13 أكتوبر فينا نطلع على السماء حتى نشوفه للمريخ يعني لو عندي تلسكوب أو كاميرا فيها دقة عالية كان أكيد صورته كثير أنا موسوطة بموضوع المريخ هذا أكتو ببين من جميع صحيح هو ببين كمان بالعين المجردة شكراً كثير لألك غفران نعم ما في حاجة زورة لأنا؟ أو لديار؟ بلأ أنا بدي أكتو تحزورة هاتي لانسو طيب جاهزين؟ يالا جاهزين نحنا عنا بيت فقير احترع وبيت زنجي احترع فأجت سيارة الأسعاط أنا بيت ضطفي أول برأيكم أنتو؟ أنا برأيي لبيت الفقير لأنه هو أول واحد احترع منطقياً بالجملة أنتو قلتو في الغريق لا هي نعم محطة في الغريق أنا قلتلك سيارة الأسعاط وهو أيها سيارة الأسعاط ما أبطط في الحريق هي بتسحط في الجرهة بتسحط في الجرهة ولا حدا انتبق ولا حدا انتبق أنو أنو أنتو سيارة الأسعاط ديليار يعني يا جرح أثلال الخيبة وراءها هو يمشي بين الكاميران يعني ما أعرف ما أحدها فينا أنتبع أنه هي سيارة إسعاف مش إطفاء مش حيطفي ولا بيت الناس حينجوا أكيد الحمد للعلى سامتن بس ولا بيت حينطفي شكراً كتير لإلك أكيد وأنا كتير ممسوطة بإنتصالك باي باي غوفران بتمنى لك أسبوع دراسي بجنة باي اشتركوا في القناة 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 الحمد لله فشل الذريع للستوديو كامل بسرحة البدية شكرا كتير لغفرة وأكيد شكرا لإلك وهيك بتكون خلصة فقرية تعالوا نلعب حاجة نط بدي إلعب ترعب حاسي زي عيد شعيد رحسة عجلين با عيد عيد شعيد رحسة عجلين باستخدام ترجمة نانسي قنقر اوكي نحنا موارف يعني لي ما بتسمي هل افتسامة جلاتة العريضة لانه اسين دايما بتفضحنا على هوا دايما بتفتحنا مايكاتنا بتإنه هي انه روح افتح لكم فنحنا نكون مشغولين بشغلة فهي بتفتحنا اوكي اوكي فماوارف يعني ما دليان عم يقلي ايه محمود عم يقلي ايه انا مولا اوكي هي عم تقولها خلاص تصطفلي نحنا صوتنا وانتهى التصويت اليوم يا جماعة عرفنا من ليلة اساسا كل الناس عرفت كمان من ليلة شكرا كتير لك يا ليلى ياريت لو هيك تضل عم تترصدين هاي القصص اليوم يا جماعة عيد ميلادة لأسير اكيد بنا كدنا نتمنى لها سنة سعيدة وسنة فيها خير وحب وامل واتحقي كل اللي بدك يا اكيد وبعد ما يخلص البرنامج اكيد حتحطينا انتي لحالك بطلب منا غنية عيد ميلاد لنا اكيد يعني اما هلأ محمود فخلينا نروح لفقرة بيئة شفتوا اصد بيئة شفتوا اصد بيئة كيس نايل هادر ماء كهربة بلا نظم كبز بالي حرق بلاستيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خطوا اصد بيئة عنوان بيئة اليوم بقول ماذا سيحدث اذا تم قطع جميع الاشجار في العالم اليوم فقرة بيئة كتير حلوة لأنه في سؤال فلسفي وأنا كتير بحب الفلسفة لهيك أنا كتير موصد بفقرة بيئة اليوم بيقول النص هناك في العالم سلاسة تريليون شجرة وتقطع شركات صناعة الأخشاب حاليا 15 مليار شجرة سنويا وإذا استمر هذا المعدل فإن ذلك سيؤدي إلى اختفاء الأشجار في غضون 200 عام ربما هذا طويل بعض الشيء وذلك لأن هناك الكثير من الغابات في العالم التي يصعب الوصول إليها لكن ماذا سيحدث للعالم لو تم قطع جميع الأشجار والنباتات الخضراء ماذا سيحدث إذا تم قطع جميع الأشجار في العالم إذا ما تم إعطاء جميع البشر من العمر 15 حتى 65 عام على كوكب الأرض لقطع الأشجار فإنه سيتعين على كل شخص قطع 625 شجرة وخلال العام فقط سيكون قد تم إزالة جميع الأشجار في العالم ولكن عملية جمع وتجهيز الأخشاب سيستغرق وقتا أطول بكثير كما أن 99% من الأشجار سوف تقع فقط على أرضية الغابات وتتعفن وتطلق 35 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون 80% من الحيوانات والنباتات البرية تعيش في الغابات وبدون الأشجار فإن معظمها سيموت أكيد مثل أنواع القرود وغيرها من الحيوانات اللي بتعيش على الأشجر مثل العصفير وغيرها من هي الشغلات اللي خطر عليها أن تنزل تحت مشان الحيوانات المفترسة فهي غالبا رحة تموت كما أن الأشجار هي تحافظ على الأرض مبتلة وباردة وتساعد على دفع دورة المياه إذا أنه بمقدور شجرة كبيرة أن تدفع 150 طن من المياه في الغلاف الجوي كل عام وبالتالي تعود المياه إلى الأرض على شكل مطر مع هذا موجود الأشجار سوف ترتفع درجة حرارة الأرض والتجوف والخشب الميت سيؤدي حتما إلى حرائق هائلة وهو ما سيملأ السماء بالإسخام الذي سيحجب الشمس لما سيتسبب في تلف المحاصيل لعدة سنوات ويؤدي ذلك إلى مجاعات في جميع نحاء العالم أما هيك بتكون خلصة فقرية بيئة كبز بالي حرق بلاستيك ترجمة نانسي قنقر أكيد من التعليقات التي أخذنا منها هنا تعليقات البوطس في صورة جميلة وظريفة ندلت على مجموعة روزانا كافي فيكم أكيد تشوفوه زمنكم موجودين بالمجموعة فيكم أكيد تعملوا انضمام وتلقائيا هتصيروا بالمجموعة شكرا كثير أكيد لكل حدا موجود لكل حدا علق على البوطس تبع اليوم أبو أيمن محمد النجار عم يقول من ورين عليا ومحمود وضيفكم يسعد صباحكم وصباح الأسيل ودليار وجميع المتابعين شكرا كثير لك أكيد يا محمد النجار كمان لمحمد الشهابي عم يقول صباح الود يسعد صباحك أكيد يا محمد وكمان باسم الأحمد عم يقول يسعد صباحكم الذي يشبه قطرات الندم على أوراق الورد شكرا كثير لك جملة جدا قصيرة ولكنها كثير حلوة ترجمة نانسي قنقر أكيد هلأ صار وقت فقرة أخبار هون أخبار مين؟ أخبار هون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلن وزير التربية التركية ضياء سالجوك عن قرارات جديدة تتعلق ببدء التعليم ودوام الطلاب في المدارس رغم ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا موسيقى موسيقى وأيضا مقالة سالجوك بحسب صحيفة حريات اليوم الأربعاء أن إدارة المدارس ستقرر بالاجتماع مع المدارسين عن اليوم الذي سيبدأ فيه تنفيذ برنامج التكييف والذي هو التعلم وجها لوجه في المدارس خلال الأيام الممتدة من 21 حتى 25 من أيلول الحالي موسيقى وأوضح سالجوك أن برنامج التكييف سيكون على مجموعات وفي أيام مختلفة عبر اعتماد إجراء تقسيم الفصل إلى مجموعتين من فصلتين بشكل يراعي قواعد المسافة الاجتماعية موسيقى ومن المقرر البدء بالتعليم في مدارس التركية هذا الاثنين اللي هو الاثنين المقبل اللي هو بكرة اللي هو نحن بنتمنى لكم يوم الدراسي سعيد جداً موسيقى موسيقى وفيما يتعلق بالحصلة الدراسية أكد الوزير التركي أن الأسبوع الأول سيتضمن أنشطة تسهل عملية الانتماج مع التعليم عن بعض وفي حين تبدأ الدروس في الأسبوع الثاني بمعدل ست ساعات أسبوعياً للغة التركية إضافة إلى درسين لمادة الرياضيات ودرسين آخرين للعلوم الأحياء موسيقى وكانت أكيد وزارة التربية التركية بنحبل نوها أنها أكيد بلشت بالتعليم وجهة الواجه من 31 أب ولكن لصفوف محددة وبأوقات محددة وبعدين صار الموضوع التدريجي وعام ينزل شوي شوي على باقي الوصفوف وأكيد من ضمن كمان الناس اللي رح ترجع الدوم اللي هنن مدارس الثانوية المهنية هنن كمان هيرجعوا يدوموا وأكيد بنسمنان كل التوفيق وليه رح يرجع يدوموا هنن دونا عن الباقي أكيد ممكن ينترح هذا السؤال مقبل حدا عم يدرس بإمام خطيب والأنادول فهنن رح يرجع يدوموا بسبب كثرة المواد يلي عندن وصعوبة أعطاها أكيد على الأونلاين لأنهن نغالب أغلب موادهم بيكونوا بدا الشي هيكا عملي ومو نظري مثل باقي المواد عنا ويتزامن ذلك مع تضعف معدلات تفشي جائحة فيروس كورونا في تركيا خلال شهر واحد بحسب ما كشفت وزارة الصحة التركية وأكيد كمان نتيجة لذلك عمامة وزارة الداخلية في عدد من الولايات من بينها إسطنبول قيودا جديدة لمواجهة تفشي كورونا بعد التخطي عدد الإصابات اليومية حاجزة الألف وستمائة إصابة من بينهم عدد المتنقلين عبر المواصلات العامة وفي آخر إحصائية سجلت وزارة الصحة التركية أمس ألف وسبعمائة واثنان واربعين إصابة ليصل عدد الإصابات الكلة إلى ميتان واربا وتسعين ألف وستمائة وعشرين إصابة أما أكيد بالنسبة لحالات الشفاء فبلغ ميتان وواحد وستين ألف وميتان وستين حالة في حين بلغ عدد الوفيات سبعة ألاف ومية وستة وثمانين حالة وفاة حتى تاريخ أمس أما هيك بكون خلصة فقرات أخبار هون أخبار مين؟ 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 اشتركوا في القناة 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 وهي هدية يا أسيل من محمد الفردي لالك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أسيل على هنا لا رجعت عصف الحلو بأسيل إنه بتاخد و بتعطي شيفت عصف شيفت فرعا لك رجعت عم تضحك بعد ما روأت أسيل و عصفت و رجعت روأت حنقول كلها تسوى لحتى الروح على فقرة جيمينج أكيد نحن ما بنقدر إنه نمنع اليافعين أو الأطفال من إنهم يلعبوا على الإنترنت أما بفقرة جيمينج رح نحكي عن الألعاب المسلية و المفيدة اليوم رح نحكي عن لعبة اسمه Magic Tiles 3 اللعبة مقدمة من Amma Notes PTE Ltd تاريخ إصدار اللعبة 24-2-2017 اللعبة فيها أكتر من 100 مليون عمليات تحميل يعني أكيد إذا واحد ما كان مجربة أكيد سمعان عنا لأنه اللعبة هين شهرت كثير كثير يعني كثير من الناس صاروا يلعبوها حتى الما بحبوا الألعاب صاروا يلعبوا هاي اللعبة مزبوط أنا كمان لأنه تاريخ إصدار هذا الجزء مننا يلي هو الجزء الثالث مننا كان بـ 24-2-2017 ولكن هي بالحقيقة أكيد موجودة من قبل هيك بكتير لأنه في إلى ثلاث أجزاء مثل ما حكى محمود وفعلاً حتى الناس اللي ما بتحب تلعب مثلي عم بلعب فيها أنا أو أنت اللعبة هي لعبة موسيقية بس مو بس أنه يعني موسيقى فيها للي يحبوا يسمعوا موسيقى ويلعبوا بنفس الوقت هاي هي اللعبة مناسبة لكم اللعبة هي هيك بتشبه البيانو الشغلات بيشبه البيانو لازم نحن نكبوس عليهم وكل ما نكبوس مثل النوتات راح تصير ورح تشتغل راح تصير مع الغنية يعني كل ما تكبوس تصير كأنه مثل مع الغنية موسيقى 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 يعني أكيد هي اللعبة ما فيها بس غنية تنتين تلاتة فيها أعداد بمئات الأغاني فيكن فيكن تلعبوها وكلما لعبت أكتر كلما في شي اسمه لفل تطلع عليه اللي هو مستوى تطلع لفل واحد اتنين مستوى وبتجمع اكس بي أو نقاط خبرة ولحتى تطلع بالمستويات تصير مستوى واحد اتنين وكلما اكترت أكتر كلما انفتحت لك غنية جديدة صحيح حتى مو بس تنفتح غنية جديدة يعني احنا مو بس حاطين أغاني وعزفون وخلص هي هي لا أكيد كمان محمود الأغاني هي يعني مرتبة مثلا أول شي في عنا غنية هذه الميلاد فأنه هاي نوطة شوي أسهل أبسط بعدين بتصعب النوطات أكتر بتصير النوطات في عزف أسرع فيعني هي مو بس عبارة عن أنه خلص انت عم تعزف أي نوطة وخلصت القصة أبدا مو هيك وبحسة كتير بتصاند عن جد بموضوع البديهة لأنه نحنا أكيد فاشلين بسرعة البديهة هذا أثبتت إنا يا غفران أوكي فلهيك يعني نحنا بحاجة أنه نعب هذه اللعبة كتير صراحة أتوقع أنك لعبتي الأجزاء القظيمة من اللعبة لأنه الأجزاء القظيمة هي كانت أول غنية هي غنية الميلاد ولكن بهذا الجزء ما كان في أول غنية ما كانت غنية عيد الميلاد كانت غنية تانية حتى أنا ما بعرفها يعني ممكن غنية طالعة جديدة هلأ خلينا نشوف فيديو شلون فينا نلعبها مثل ما لكم شايفين هلأ قدامكم بالفيديو لازم نحنا نكبوس على هالشغلات أنا هلأ كنت عب ألعب هاي اللعبة فهي هي مفتوحة غنية ديسباسيتا ولكن ما بنقدر أننا نطلع الغنية مثل ما شفته أنا نسيت أنه أكبوس على هديك الشغلة فالنوطة غربت وخسرت باللعبة أكيد هيك يعني واحد أكيد فيو خسارة وفيو ربح مو بس إنه بدك تضلع بتربح بل خسارة مثل هيك إزا نسيت تكبوس على شغلة أو كبست على محل خطأ يعني مثل كأنه عم نعزف على شيء آله وكبسنا على نوطة خطأ بالغنية بتخرب الغنية كلها وهيك هي نفس المنطق إذا كبسنا غير محل الغنية رح تخرب ورح تخسر باللعبة وأكيد مثل ما لكم شايفين هلأ بهي الصورة يعني ماك الأغاني مثل ما قلنا ماك الأغاني هي المفتوحة مثل ما لكم شايفين هي دولة محطوطة عليهم وانت كل ما زدت لفل كل ما صرت مستوى أكتر كل ما قدرت تفتح موسيقى أو أغاني أكتر موارف بس أكيد مثل ما قال محمود أنه بظن كل أنا هو أغلب بس أنا بظن كل وكموكا الناس ما قلع علاقة بالألعاب وهيكا ما لعبتها ولكن أنا بظن أنه أغلب الناس الموجودة معنا على الباس المباشر هي لعبتها لهي اللعبة فما ويرف إذا فيكم أنتو تخبرونا شو أيموتوا بتلعبوها أو أيموت كنتوا تلعبوها أنا هاي اللعبة مثل باللحادة يعني بام بلعب أنا لعلعاب غير وأنا راجعة من المدرسة نسان على البيت بالباس طبع المدرسة أو بالترامب ما بلعب غير بهذا الوقت لحتى قطع الوقت أوكي والقصة ما بده كتير تركيز والحلو فيها أنه عن جد يعني بلعب أنا ورفيئتي مثلا أو هيكا فهذا الشي كتير تفصيل حلو وكتير عن جد يعني مش أنه خلص أنت عم تلعب لعبة وإلكترونية وعم تلعب لوحدك وبتنعزي عن العالم الخارجي من ساوي مسابقات بين بعض مين بيقدر يضل أكتر مين بجمع أكتر نقاط أكتر مين جاب سكور أهلا فهي عن جد لعبة مسلية وإذا أنا عم بلعبة يعني فأنتوا عرفوا أنه هي يعني من أحسن الألعاب الموجودة لأنه أنا ما بلعب ألعب أبدا اشتركوا في القناة وهيكا بتكون مرخصة فقرة جيمينج لليوم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 ولكن ليس من شخص واحد لا أعتقد أنه شخص نفسه يرسم على حاله أتوقع برأي أنه هيك شيء كثير صعب أنه شخص واحد يرسم على حاله وهو ممكن أنه لا يرى حاله على السوا فأتوقع أنه في مثلا شخص ثاني اثنين أو ثلاث أشخاص يساعدون بهذه الشغلة أو يساعدون لهذه أنه يرسمون على وجه صحيح ومو بس كمان أشخاص يساعدون بالرسم على الوجه كمان في ناس أكيد عم تساعدون بالتصوير وفي لوحة موارف إذا بنزل لتحت كمان شوي بالضبط هون هذه اللوحة يعني عن جد بتحسها عن جد مو طبيعية تحسها عن جد هي لوحة مش بني آدمة ولكن هي فعلا بني آدمة حقيقية وهي هي رسمة على وجه وأنا اتأكدت من هذا الموضوع بنفسي عن طريق الفيديو موسيقى 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 rag Alsambl موسيقى اكيد نعم الفيديو موسيقى فل غ lub يجب أن تكون ميكوباً لكي لا تستطيع أن تصوير هذا الشيء و تنشره فحتى بهذا الموضوع يصبح يرسمه على عيون الصور رائعة وعنجد تشعر الشخص الذي يرسمه فنان ميكوباً يشعر فنان رسم عادي لأنه يضبط الموضوع أكثر حتى من فنانين ميكوباً وكثير جميل وكمان في لتحت صور أكثر لناس حاولة تتجسد الوضع الحالي لكوكبنا ولكأهيد مو لوحة عادية كمان لوحات على الوش يوم كله على الوش من هذول اللوحات يلي عم نشوفها آخر واحدة كتير أنا لفتت لانتباهي لأنه يعني عم تحاول تحكي شي عن الطبيعة ما عنه سيئة ما عنه بفيه حرائق ما فيه انفجار لبركي ما فيه شي تاني أنا كتير حبيتها لهي اللوحة اللي إلي علاقة بالطبيعة وكمان بما أنه الهلوين على الأبواب اليوم كتير حكينا عن الهلوين فلهيك كان فيه أكيد فقرة يعني خاصة بس لموضوع الهلوين وأكيد حطيت لكم شوية رسمات إذا أنتوا تحت سنة الـ 12 خلينا نقول ما بعرف عطوا التليفون لحدة من أهلكون كبير خلال هالي بسواني هاي القليلة وأكيد بهدول الصور كان فيه صور أقل رعبا من هدول وأكثر لطفا ولكن هكما كانت للهلوين مثل الصور يلي رح نشوفها هلا اشتركوا في القناة أكيد يلي بدي أقوله أنه نحن على هيك ما نكون استعرضنا سوا بعض من الأفعال يلي كانت ترند خلال هاي السنة واللي عن جدا انتشرت في انتشار فضيع هلأ بدي أسأله لمحمود أنا شو كنت عم تعمل بفتة الحجر مثل هيك شغلات شو نميت مواهب شو عملت عزفت يا ترى كونك أنت بتعزو صراحة ما ما أنه هتميت كتير بالعزف ما كان صراحة أكتر شي كنت عب بهتم منه بالدراسة لأنه حاليا صار كتير صاروا الدروس كتير كأنه بالمدرسة الحقيقية سبع دروس ورا بعض كنت أكتر شي باهتم بالدراسة طبعا سما كنت اكتر شي باهتم بالدراسة طبعا سما كنت اكتر شي باهتم بشي مواهب هذا الشي لأنه أكيد محمود كان عنده ليس كساس سنة هيك فلهيك هو يعني ما قدر يستمتع بفتة الحجر مثلي أنا مثلا أنا استمتعت فيها استمتع شي بصراحة وكتير مبساطة فيها كمان كنت عم حاول آمن مثل هيك لوحات اوكي كنت أتصور ونبعتهم بس لرفقاتي لأنه مثل هيك لوحات أنا إذا بعمل بتنهي لكل مستقبلي ولكن كنت عموما كنت أبعتهم لرفقاتي كنت تصلى معهم بالشات وننتكسة تسوى ونحكي وكمان أنا كنت عم بهتم بشي اللي أنا بحبه اللي هو الأعلام ولا هيك كنت أعد أكتب برامج سكريبات هيك شغلات يعني شغلات هيك طفيفة أوكي ما علاقة أكيد بشغل حقيقي ولا غيره ولكن كنت كتير مبساطة بهذا الموضوع وكتير أنا بساطة بالحجر هلا ما أعرف أنا قبل ما أحن نهيها حابة كمان استفسر عنكم أنتو شو عملتو خلال فترة الحجر شو المواهب اللي نميتوها وشو الشغلات اللي ركزت عليها خلال هاي الفترة من السنة اللي عدينا فيها هي كانت حوالي أربعة شهر لخمسة شهر بنسبة للي أكيد كوني شخص تحت الثمنتاش فان حجرت وقت أطول عن غيري ولكن أنا كتير مبساطة وكنت كتير عم بعمل نشاطات ومو مس يعني شغلات بتقصني لأ كنت بالعطلة كمان لما كنا كمان نكون محجورين كنت أنزا أنا وبابا بنقعد نغسل بسجارة وانطرتش ماي ونعبي حانا بس كنا كتير نمبسط مامو ما كانت نمبسط بهذا الشي بس نحنا كنا نمبسط فهذا الشغلات اللي أنا عملتها عن جد بفترة الحجر أما عندو خبرونا وأكيد عم بسنة تعليقات كون ولكن رح أنهي الفقرة هلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أما هلا فخلينا نروح على فقرة صحة وأكتر صحة وأكتر دار ونافع هو موضوع آخر فقراتنا لليوم يلي هي صحة وأكتر نحنا أكيد خلال النهار بناكل كتير أنواع وكتير أصناف وأحيانا كمان من كتير بلاد مختلفة لهيك اليوم رح نحكي عن خمس شغلات من دخلها على الجسم مفيدة وأخرى مضرة أول شيء اللي هي الماء من المعلوم أنه شرب الماء لا يقل عن لترين من الماء يوميا وهو أمر مفيد للصحة حيث أن ترطيب الجسم والحفاظ على مستوى السوائل فيه هو أمر مهم لمساعدة الكبد على التخلص من السموم التي لا يحتاجها الجسم أو لا يتقبلها الفواكه والخضروات تماما مثل أي حمية غذائية صحية تلعب الخضروات دورا أساسيا في صحة جسمنا بما أنها تعد من أفضل الأطعمة المضادة للأكسدة كما تحتوي على كميات مهمة من الألياف المفيدة لعمليات الهضم أهم أنواع الخضروات وأكثرها فائدة الخرشوف والبطاطس الحلوة والجزر والبروكلي والقرنبيط والسبانخ أما بالنسبة للفواكه فيجب عدم أهمال تناول الحمضيات مثل العنب والطفاح والتوت والجريبفورد والبرتقال اللحوم الحمراء الإفراط في تناول اللحوم الحمراء مضر بالكبد لأنه يبطأ عمل هذا العضو ويجعله يبذل جهدا أكبر لتحليل العناصر الغذائية ولهذا يجب مراقبة نسق استهلاكنا للحن المشروبات الغذية الإكثار من هذه المشروبات يعد أيضا ضار بالصحة ويعود ذلك بالأساس إلى احتوائها على كميات مرتفعة من السكر والكربوهيدرات المكررة وكل هذا السكر يتراكم في الكبد ويجعل من الصعب التخلص منه وهو ما قد يؤدي إلى العديد من المضاعفات مثل الالتهاب موسيقى والأغذية التي يجب المواظب على تناولها هي الحمص والعدس والفاصلية أما بالنسبة للمكسرات فيجب التركيز على الجوز والكستنة الذين يجب تناولهما كلما أمكن ذلك موسيقى اللحوم البيضاء والعديد من أنواع اللحوم البيضاء مثل الدجاج والأرانب والديك الرومي إضافة إلى الأسماك البيضاء مثل سمك القد والأبيض أيضا تعزز جميعها عمل النظام المناعي والجهاز الهتمي موسيقى موسيقى القهوة والشاي سواء كنت من محبي القهوة أو الشاي فإن كليهما مفيد حيث يعتبران من مضادات الأكسادة ويعززان وظائف الكبد كما أن الكافئين يساعد على الهضم موسيقى هلا أكيد بنجي لقسم الأطعمة اللي ما لازم ناكلها فمنا الأطعمة المعلبة والمصنعة موسيقى موسيقى الأطعمة المطبوخة سلفا والأكلات المدخنة وعينة بالمصبرات ومحوم المجمدة وما إلى ذلك ويعتبر استهلاكها بشكل مكثف مضر بسبب كمية المواد الحافظة الموجودة فيها وفي الواقع يمكن أن يؤدي عدد من هذه المنتجات إلى أمراض خطيرة مثل السرطان الكبد موسيقى موسيقى الألبان الكاملة من المفضل دائما شرب الحليب واللبن من زع الدسم وعدم الإكثار من تناول الأجمن لأنها تحتوي على نسب كبيرة من الدهون الحيوانية والمشبعة موسيقى 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 ونحن باخر اشي لنا بنكون نحن هيك خلصنا فقرة صحة واكتر صحة واكتر محمود اشرام يقول لجنبي ما هي الصورة الحلوية اللي شفتها عند ابوك وانت راسم شكله الطعر وشك يمكن كمان هو محاول يعمل تجهيزات للهلوين يعني الله سلحك يا عمو خالد شرائك نستشير بعضنا عن ما يبدأ قبل ما نشوف لك محمود هي صورة قديمة صلى ست سنين هي بسوريا وبحلب لسه كنا هيك كنت صغير لسه هيك نروح على حفلات كذا فهيك يجير سمولنا على وشنا مزبوط بس انا اللي حاب اقوله انه يعني محمود هي مش معاناتك انت لوحدك هي معانات جيل بأسره دايما اهلينا بينشرونا صور نحن لا لا ما يمعانا ما يمعانا بالعكس انا كتير بحب كتير بحب الزكريات انا كتير حلوة انا بحب الزكريات بتضل الزكريات بيني وبين اهلي تطلع لبرا الزكريات لا وخصوصا يعني مسلا انه كون بعتلها لماما صورة ولا شي لها ايا عند خالتي انه كيف هيك دارة القصة مبارك اموما يعني شكرا لانتباهك محمود اشرم كمان عاربين عم يقول انه امي كل يوم بتطعمينا توم قال بفيد نو صحيح توم جدا مفيد ويعني برافو علي انا عم بتطعميكم توم كل يوم واكيد بدي اقول لك يا عاربين انه نحن بنعتزل انه ما قدلنا اليوم نزبط اتصال معك وهذا الشي كان بسبب قلة الوقت اللي عندنا اكيد نحن نعطرينك ونعطرين اطفالك اذا عندك اكيد بالحلقة الجاية بفقرة تعالوا ننعب للاسبوع الجاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكيد هيك بكون خلص البرنامج بدي لعب اكيد هيك بكون خلص برنامج بدي لعب اكيد استمتعنا كتير وانشاء الله انتو كمان استفدتوا من الصحة واكتر ومن بيئة ومن اخبار هون شكراً لكل تابعونا وشاركوا معنا شكراً لكل عالق ولكل العليا شكراً كتير إلك شكراً لديليار اللي طالع لنا صورنا كتير حلوة شكراً إلك دليار أنا يمكن من أسيل 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 شكراً كتير إلك أسيل على الإعداد الصوتي اليوم أسيل لدي أكتر حد تتعب معك بسبب المايك يعني ما قول ننسى اسمها عموماً أكتر شكراً كتير لإلك أسيل لو بعرف في الكنية كاملة كمان شكراً أكتر لديليار أنا عزبتك كثير اليوم لديليار بخصوص الصور شكراً أكتر لمحمود شكراً لضيفنا اللي كان معنا وشكراً أكتر لهذه الهدية الظريفة اللي عطانا إياها لهذه الأهوة ما قرر لمن أنا برأيي أنه هي تشاركية لروزنا جميعاً فأنا هيك برأي أول أطعم وكل أحد يأخذ شئفة وحطها بسنسال وبرأب ممكن كمان فكرة يعني وشكراً أكيد لوجودكم أنا شكراً لإتصالاتكم لمشاركاتكم وناطرينكم مثل عند الإسبوع الجاي بحلقة جديدة باي باي شكل برنامجنا اليوم نتغير وحتى اسمه كمان نتغير قررنا نسميه بدي إلعب بدي إلعب شنالكم فقرات بثنالكم فقرات واشراء تاني بفقرة التانية رح يكون اسمها تعالونا